بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ مع بعض ان شاء الله المحاضرة رقم 9 الكتشار نمبر 9 كورس البورابيليتي النهاردة احنا هنتكلم فيه شابتر جديد والشابتر نمبر 3 وهو تحت عنوان البورابيليتي ديستريبيوشنز التوزيعات اللي موجودة في الكورس بتاعنا طبعا فيه لو انت بسيت على البورابيليتي ديستريبيوشنز هتلاقي فيه ديستريبيوشنز كتير جدا موجودة في كتب البورابيليتي والكتب انا عايزك بس تبقى متخيل معي واقيل ايه موضوع ديستريبيوشنز ده يعني احنا عادة مثلا لو احنا اخدنا مثال المثال دوت مثلا زي عملية السيميوليشن عملية السيميوليشن تخيل ان انت كده عايز تعمل سيميوليشن لبنك او سيميوليشن لسوبر ماركت او سيميوليشن لأي حاجة للمرور مسلا او للطرق العربيات او هكذا لو انت رحت مسلا قلت انا عايز اعمل سيميوليشن لبنك فانت عايز تعرف اه الناس بتيجي البنك كله قد ايه فاكيد انت هتقعد عند البنك لمدة مسلا شهر لمدة شهرين اه انسقا تبتدي تحسب اه كل واحد بيجي ورا اللي بعده بقد ايه هتنا عمل تحسب الطايم ما بين كل اه كاستمر رايح البنك او دخل البنك ما بين الكاستمر اللي وراه وعايد عمال تحسب الاوقات وبتطلع من الاوقات دي بتطلع على الديتا والديتا دي بتبتدي تعمل لها من خلالها او في النهاية انت بتعمل زي توزيع للديتا دي يعني انت بتشوف هو كام واحد جيه اه اه يعني او الفرق ما بين الشخص والشخص اللي بعده كان دقيقة كان عددهم كام واحد كان مسلا عددهم ميت واحد اللي كان ما بينه ما بينه اللي بعده دقتين كان عددهم كم واحد كان عددهم مثلا خمسين واحد وهكذا ومن خلال القيم او الديتا اللي انت بتعمل لها او بتبتلي تحسبها انت بتطلع منها ديستربيوشن او بتعمل توزيع معينة توزيع ده بنسميه امبيريكل ديستربيوشن الامبيريكل ديستربيوشن علشان تقدر تشتغل فيه في البرامج بتاعة السيميليشن بيبقى صعب جدا انت تعتمد عليه لانه هو معمول لمدة شهر لمدة شهرين لمدة ثلاثة قد يكون البنك في الفترة دي كان مزدحم فالنسبة ما تكونش معبرة قد تكون ان انت رحت في شهور معينة كانت الناس فيها مثلا في اجازة فما كانش في حد بيروحش البنك كتير وهكذا فاكيد ان القيم اللي انت بتطلعها دي ما بتكونش تقدر تعتمد عليها بنسبة 100% فعشان كده انت بتحتاج ان المؤشر اللي انت جبته ده اللي هو الامبيريكل ديستربيوشن تربوته بديستربيوشن من الستاندر ديستربيوشن اللي هي موجودة بقى في الكتب او موجودة في العلم بتاع الاحتمالات والاحصاء الستاندر ديستربيوشن بقى هتلاقي في توزيعات معروفة وليها مسميات الفايدة في كده هو ايه الفايدة ان انا لما استخدم حاجة من الستاندر ديستربيوشن ديت بتفيدني في حاجات كتير ايه الفايدة الاساسية الفايدة الاساسية ان او على حسب هي بتكون موجودة معاك يعني تبقى عارفة طبعا انت عرفت ان بتاعك ده طبعا النوع الاول طبعا النوع التاني يبقى اذا انت عارفت بتاعتك عارفت او بتاع التاني حاجة ان طبعا انت عارفت نوع التوزيع اللي انت هتشتغل عليه اذا حساب المين وحساب الفاريانس اصبح بالنسبة لك سهل لانه لان الستاندر ديستريبيوشنز بيكون معروف من خلالها هو المين او الاكسبيكتد فاليو بتحسب ازاي والفاريانس بتحسب ازاي بيطلع لك قيمة مباشرة عن طريق الفاريوز بتاعت تحتاجش بقى ان انت طبعا تعمل سممشن اكس في الف وف اكس او تعمل انتجرال او تكامل اكس في الف وف اكس او تعمل الفي وف اكس زي ما كنا بنعملها في المحاضرات اللي فات لا مش محتاج ان انت تعمل الكلام ده لان طالما أنت عرفت ان الشغل بتاعك حيتبع اللي اسمه مثلا ديسكريت يونيفورم ديستريبيوشن او اسمه بيانوميال ديستريبيوشن او اسمه كنتينيوز او نورمال ديستريبيوشن وعندي بقى انواع تانية زي البواصون وزي وحاجات تانية كتير هتلاقي فيه عشرات ويمكن توصل لمئات الديستريبيوشنز اللي موجودة في الكتب وفي الابحاث اللي الناس ابتدت تعملها ليه علشان خاطر لا تعتمد على الامباريكال ديستريبيوشن اللي انت بتعملها بايدك لحاول تربطها بستاندر ديستريبيوشن جهزة من الستاندر ديستريبيوشنز عزيبل احنا هندرسهم مع بعض او هنتكلم عليهم مع بعض في اجالة يعني هنتكلم عليهم كده في ايه المين بوينتز يعني في كل واحدة من الارباعة دول اخترت اتنين من وهو وتنين تنين في الكنتينوز وهو الكنتينوز Yuniform ونورمال ديستريبيوشن نتكلم ان شاء الله على كل واحد ويمكن هنتكلم اكتر بالتفاصيل وبالامثلة على اول نوعين اللي هما الديسكريت وفي الكونتينيوز فقط حواريكم شكل الprobability density function وازاي بنطلع المين والvariance من خلاله لو بدأنا مع اول standard distribution او discrete distribution وهو discrete uniform distribution discrete uniform distribution لو بندي له definition كده سريع او ندي يعني زي example كده بسيط بنقول ان احنا لو عندنا random variable x ال random variable دوت هو يعتبر discrete uniform distribution امتى لو كان ال values بتاعة random variable x هي عددها n يعني انا اتبر ان ال random variable x ده ال values بتاعته عددهم n اللي احنا ممكن كنا بنسميهم x1 x2 لغاية xn فاكرين لما كنا بنقول مثلا ان ال random variable x ده لو values x بتسوي صفر وx بتسوي واحد وx بتسوي اتنين فكانا عندي ثلاثة x هنا انا عندي n من ال values فهيبقى x1 x2 and so on تلفوا xa xn has equal probability يعني كل عنصر او كل value من ال values بتاعة random variable ده ليها نفس نسبة الاحتمال بالزبط يعني مثلا لما كنا بنعمل المثال بتاع الكوين لما كنا بنرمي الكوين مرتين ونشوف العدد الهيتز اللي بتظهر فكان بيطلع عندي مثلا ان احتمال الصفر بربع واحتمال ال اتنين بربع واحتمال ال واحد بنص هنا البربلتز بتاعة ال values ما كانتش متساوية انما لما بنقول discrete uniform distribution كل البربلتز بتاعة ال values لل random variable بتكون كلها متساوية ومعنى اللي هي كلها تبقى متساوية زي ما كنا بنقول في المحاضرات اللي في الاول equally likely ده معناه ان الاحتمال بتاع كل عنصر حيساوي one over n فاكرين لما كنا بنقول equally likely معناه ان كل عنصر من الاوتكمز في السامبل سبيس اللي هو نفس كيمة الاحتمال وهو عبارة عن واحد على عددهم هنا نفس الكلام بالزبط يبقى one over n فلو اعتبرنا مثلا ان ال n ديت equal one hundred يبقى ازا الاحتمال بتاع كل كيمة x يعبارة عن one over one hundred طب كلام جميل الكلام ده مثلا لو طبقناه على اجزامبل بسيط كده وقلنا ان احنا عندنا serial number serial number دوت يعبارة عن ارقام فالارقام ديت من صفر ال 9 طيب لو احنا قلنا ان احنا عندنا هنختار جزء من serial number ده عشواء وهنا اعتبر ان ال x اللي هو random variable هو يعبر عن first digit في serial number ده يبقى ال x ده discrete uniform distribution لو برابلتي كام one 0.1 ليه 0.1 لان الارقام اللي عندي هي من صفر ال 9 طب من صفر ال 9 كام رقم 10 ارقام طيب يعني معنى كده ان ال n equal 10 يبقى البرابلتي بتاعت اي قيمة عندك هتبقى 1 over n اللي هي 1 over 10 اللي هي هتبقى كام 0.1 يبقى ده كمثال ولو شفنا الشكل بتاع البرابلتي mass function هتلاقى عاملة ازاي هتلاقى بالمنظر اللي قدامنا ده على محور ال x هنحط ال values لغاية x i لغاية x 10 او لغاية x 9 هنا او بدأنا من ال x 1 هنوصل لغاية x 10 يبقى x 2 وهكذا لغاية ما توصل ل x 10 يبقى بدأنا من x 1 لغاية x n والن هنا عندنا اللي هي بتساوي 10 10 قيم لل x ليهم نفس الاحتمال يبقى على محور ال y ده ال probability يبقى ال f x دي بتعبر عن ال probability ال الاحتمال ف كام 0.1 اللي هي كام اللي هي 1 فهتلاقي ان عند كل نقطة او عند كل value ليها نفس نسبة الاحتمال فبتلاقي ان النقاط كلها على نفس المستوى وده عشان كده سموه uniform distribution يبقى دوت كله ماشي له نفس نسبة الاحتمال كل ال values اللي موجودة لها نفس نسبة الاحتمال اللي هي بتساوي واحد على الان طب لو احنا اعتبرنا ان احنا هنشتغل على range معين هتلاقي بتكتب في الكتب كده d u i و j of i و j ال i و j دولت هما دولت الparameters و d u اللي هي مقصود بها ايه discrete uniform يبقى discrete uniform i و j ده معنا discrete uniform اللي بيبدأ من عند i يبقى ال i دي هي start وال j دي هي end البداية والنهاية بتاعتي لو بصنا على الجراف اللي قدامنا ده هنلاقي بادئ اينا من عند i وبعدين بيمشي النقطة اللي وراها i plus one so on لغاية ما يوصل عند g اللي هي تعتبر اكبر قيمة عندك يبقى من اقل لقيمة عندك اللي هي i وبيزود واحد بواحد 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 لغاية ما يوصل عند g طب في الحالة دي ال probability حيكون بيساوي كام احنا لما بدأنا من عند الصفر او من عند الواحد لغاية ال n كنا عندنا probability بيساوي 1 على n في زي المثال اللي فات طب لو بدأنا هنا من عند ال i وانت هنا عند ال g يبقى البربوليتي هيساوي كام قال لي البربوليتي هيساوي one over g minus i plus one يعني واحد على g minus i ز 1 يعني g minus i ز 1 دي في المقام وواحد في البسط هيطلع لك القيمة بتاعت البربوليتي لكل ال values اللي ما بين ال i وال a وال g اللي هي ما بين اول ال i لغاية ال g وتتحول البربوليتي mass function بتاعتك للشكل ده يبقى تقول ان سواء بتقول البربوليتي of x equal ال values بتاعتي اللي هي x small او بتقول f of x اللي اتنين مقصود بيهم البربوليتي يعني او البربوليتي mass function بتساوي ايه قال لي بتساوي one over g minus i plus one يبقى ده ونسبة الاحتمال لكل القيم اللي بدأ من اول ال i وعمل تزيد واحد 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 لغاية ما توصل عند ال g يعني ما بين ال i وال g بداية من ال i لغاية ال g كل ال values هتساوي one over g minus i plus one ده عيكون نسبة احتمال اي حاجة تانية هتساوي كام هتساوي صفر اللي احتمال تح هيساوي صفر لو رحنا عملنا recall المثال اللي فات اللي احنا كنا بنتكلم فيه مع بعض فاكرينه او المثال اللي لسه كنا عرضينه مع بعض دلوقتي بتاع السريال نان الارقام اللي قدامنا اللي هي من صفر لتسعة وكانت احتمالاتها كلها بتساوي واحد على عشرة اللي هي 0.1 لو احنا طبقنا القاعدة بتاعت ال i وال j دي اللي عليها فهنقول ان ال i هنا بتساوي كام ال i هنا بتساوي الصفر وال j هنا بتساوي التسعة او 9 يبقى في الحالة دي لو انت رحت هنا وعودت مكان j بال 9 وعودت مكان ال i بال 0 هتبقى 9 minus 0 plus 1 هيديك 1 over 10 اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه يبقى 1 over 9 minus 0 plus 1 والارقام بتاعتك بدأ من عند الصفر وبتزيد 1 ب1 ب1 لغاية ما تقص عند التسعة يبقى في الحالة دي هتقول ان بتاعتي بتساوي 1 over 10 في القيم من صفر لغاية 9 وان القيمة بتاعتها بتساوي 1 over 10 وده معناه ان اللي احنا قلناها المرة الفات كان صح برضو ولكن هنا احنا طبقناها على القاعدة العامة اللي هي فيها الرموز زي تقدر ان انت تستخدمها لأي قيم تانية غير الصفر والتسعة على حسب البداية والنهاية بتاعتك تقدر تحدد البرابلتي mass function هتكون شكلها عامل ازاي طب المين والvariance بقى في حالة uniform distribution بيتحسب ازاي طبعا هنا انت مش محتاج ان انت تقعد تحسب المين وتحسب الvariance لأ طالما انت خلاص عرفت او قررت ان انت الديتا بتاعتك دي هي على شكل uniform distribution ده معناه ان انت المين والvariance طريقة حسابتهم خلاص هتجيبها من القاعدة بتاعتك على طول اللي هي بتقول ايه بقى اللي هي بتقول ان المين او الميو اللي هو الexpected value بيساوي جي بلاس اي اوبر تو جي دوت زي ما عرفنا هي اخر قيمة عندك والاي هي اول قيمة عندك وتجمحهم وتقسمهم على اتنين والسبب في دوت ان جميع القيم لها نفس الاحتمال فمجرد ان انت بتجمحهم وتقسمهم على عددهم زي ما بيقول اول هناك انت بتجيب المنتصف الطريق ما بينهم يعني البداية الطريقة هي المتوسط هو النقطة اللي في النص اللي هي المسافة دي تبقى قد المسافة دي دي تبقى قد دي بالزبط تمام وده اللي احنا نعمله هنا ان احنا نجيب ال i ونجيب ال j ونجمحهم ونقسمهم على اتنين فيطلع علي الميو او بالسيجما سكوير اللي هي ال varians اللي هي v of x هتجيبها ازاي هتبقى j minus i plus 1 all square minus 1 over 12 كده يبقى انت بمجرد ما تعرف ال i بكام وال j بكام بقى معاك المين وبقى معاك ال varians وتقدر تجيب ال standard deviation من ال varians اللي هو السيجما وبقى معاك ال probability mass function اذا كل حاجة بقت موجودة معاك ودي فايدة ال standard distribution لو اخدنا مثال كمان او على نفس يعني المثال اللي فات نحسب له المين ونحسب له ال varians فلو رحنا للمثال ده تقول احنا عايزين نحسب ال ex value فال equal 0 يبقى 9 plus 0 over 2 يبقى 4.5 وده اللي احنا ايه نقدر نجيبه بسهولة دلوقتي كمان لو حبنا نحسب ال varians هنجيبه ازاي بنفس القاعدة بتاعة ال varians هنعوض عن j ونعوض عن i هنطلع عن 8.25 تعالوا بقى نتنقل ل distribution التاني وهو binomial distribution عشان نتكلم على binomial distribution احنا محتاجين نعرف ما يسمى البرنولي process او البرنولي trial ايه هو البرنولي البرنولي ديت يعني جاية من اسم العلم جاكوب برنولي ودوت عندك بقى عائلة برنولي ديت يعني فيها ايه علماء كتير قوي هتلاقي هو واخو وولاده وولاد عمه وخاله كلهم يعني مع اختلاف الاسم الاول بقى كلهم برنولي وعتليهم عاملين حاجات كتير قوي في الماثماتيكس وفي البرابوليتي وفي الاستيستيكس وطلعين كواعد كتير قوي فمن ضمن الحاجات الموجودة اللي هي البرنولي بروسس البرنولي بروسس مقصود بها ايه مقصود بها ان انت عندك الاسيبورمنت consist of repeated trials وكل trial بنقول عليها برنولي trial يبقى اول حاجة ان التجربة بتاعتك هي تجربة واحدة بس بتتكرر اكتر من مرة فاكرين لما كنا بنقول احنا معنا كوين وهنرميها خمس مرات هنرميها مرتين احنا معنا الدايس اللي هي ظهرت النارد وهنرميها مرتين هنرميها ثلاث وهكذا يبقى ايزا فيه تجربة التجربة دي هيحصل لها ايه تكرار وكل تجربة الوحدة بنسميها برنولي ترايل طب دي اول حاجة ايه الحاجة التانية كمان ايه success or failure يبقى انت في كل ما بتعمل التجربة مرة انت بتقول او ليك هدف معين في التجربة دي الهدف دوت ظهوره او حدوثه ده بتسميه success النجاح عدم حدوثه بقى لاي اختيار تاني يظهر عندك ده بتسميه failure يعني مثلا على سبيل المثال لو قلنا ان احنا هنرمي الكوين بتاعتنا والهيد اللي هيظهر يعني ان يظهر فيها هيد ده بالنسبة لي success او النجاح طب اذا ما ظهرش هيد او ظهر تيل يعني ده معناه failure يبقى كل تجربة بيكون فيها كده بيكون فيها success و failure بس لما بتقول ان التجربة دي success بتاعها او النجاح بتاعها هو كذا فده هيستمر على كل الريبيتد او على التجرب كلها اللي انت هتكرر يعني يعني انت مثلا هنقول مثال تاني لو جبنا ظهرة النارد وحنرميها ظهرة النارد فيها من واحد لست هتقول ان الهدف بتاعي ان تطلع الرقم ثلاثة فحتشان تطلع الرقم ثلاثة ده بالنسبة لك النجاح او success تمام فبتعد بقى طلعت في التجربة الاولى ثلاثة يبقى تمام طلعت في التجربة الثانية ثلاثة تمام لا يبقى كده failure بالنسبة لك وتلعت في التجربة الرابعة مثلا بسبعة بستة يبقى ده failure بالنسبة وهكذا يبقى لما تيجي تعدى عدد success انتليك هدف معين قلت انها بتساوي مثلا الثلاث يبقى النجاح بالنسبة لك هو ان النتيجة تطلع بساوي ثلاث يبقى كل تتعامل بيكون فيها success و failure ممكن زي ما بتقول مسلا سؤال بتحله فالسؤال ده فيه صح وغلط فاذا الصح هو success والغلط هو failure لو انت اعتبرت ان انت عايز اقول انا عايز اقول احتمالات ان السؤال يطلع غلط يبقى اذا حدوص الخطأ في السؤال هو ده success بالنسبة لك في التجربة وهكذا المهم ان كل التجربة هتبقى لها احتمال للسؤكسس واحتمال للفلير طب الحاجة رقم ثلاثة ان بترمز للبربابل بالنسبة لي هي احتمال هدوص الحاجة اللي انا بسعالها اللي هي بالنسبة لي النجاح يعني التجربة يعني نسبة بتاعت السؤكسس اللي هي بترمز لها بالبي ديت هتبقى هي نفس النسبة في جميع التجارب يعني مش معقول ان انا هقولك ان احتمال ان الرقم يطلع بتلاتة في التجربة الاولى بواحد على ستة بس في التجربة التانية بواحد على سبعة او في التجربة التالتة بنص ماينفعش لأ طالما انت خلاص قلت ان احتمال السؤكسس بيسو واحد على ستة لو انت قررت التجربة دي مئة مرة هيظل الاحتمال في المرة الواحدة يعني هيظل الاحتمال في المرة الواحدة بواحد على ستة مش هيتغير من تجربة للتاني طب كده كلام جميل اخر حاجة ان يبقى كل تجربة ملاش ضعب ما بتأثرش على التجربة التانية يعني انت هترمي الزهرة مرة بعد انت اخدها في ايدك وترميها كمان مرة وتخدها في ايدك وترميها كمان مرة مفيش اي الابندنت خالص ما بين الترايل والترايل اللي وراه تمام يبقى ازا الحاجات اللي اربعة دولت لما يتوفروا في البروزس بتاعتك بنسميها برنولي بروزس تمام وبرنولي دي قلنا جاي من اسم العالم نفسه طيب هو عالم سويسري زي ما قلنا هو ايه يعني المتسميه على اسمه طيب فين بقى زي لو في امثلة مثلا نقدر نتكلم عليها مع بعض قال لي زي مثلا معاي عملة هرميها عشر مرات يبقى ازا انا هنا العدد ايه عشرة في كل مرة ما بين المرة الاولى ما بين الرامية الاولى والرامية التانية لو انا اعتبرت ان الـ الـ هيعبر عن بالنسبة لزهور الهد هو ده بالنسبة يبقى احتمال زهور الهد هنا لو قلنا الاحتمال ان الهد يظهر بيسوي اللي هو هنسميه هنا الـ يبقى الـ حيسوي نص في جميع التجارب رميتها مرة رميتها عشرة في كل مرة هيكون احتمال ظهور الهد بيسوي واحد على ايه واحد على اتنين اللي هو نص طب ماشي مثال تاني زي عندك اختبار في وفي كل سؤال له اربع اختيارات يبقى انت في كل مرة عندك احتمال ان في سؤال ايه في اجابة صحيحة اللي هي بتساوي واحد على اربعة يعني ربع O.25 فال B هنا بتساوي O.25 في المثال ده يبقى ال B هنا بتساوي O.25 عدد المرات كان عشرة لعدد التجارب اللي بتتعامل وفي كل مرة احتمال الاجابة الصحيحة بكام بربع لان في كل مرة عندك اربع اسئلة ومنهم اجابة صحيحة وفي السؤال اللي بعد واربع اسئلة ومنهم اجابة صحيح يبقى ال B دي مش هتتغير خالص من سؤال للتاني وفي التجربة الاولى ال B دي مش هتتغير من رمية للتانية بالنسبة للعملة مثال كمان زي عندك مثلا Next 20 births at hospital let X the number of female births انا عندي 20 مولود في المستشفى اللي جايين انا بقول ان ال X ده هو يعبر عن عدد الفيميل يعني عدد المواليد الاناس اللي هيكونوا موجودين طب كلام جميل ما هو انت عندك male or female يبقى عندك الاحتمال بتاعها برضو بيساوي ايه زي العملة بالزبط 0.5 وعدد المواليد كام 20 يبقى انت كأنك كل مرة بيحصل الولادة فبتشوف male or female وفي كل مرة هيبقى الاحتمال ده ثابت بنص تمام وهكذا دي امثلة والامثلة اكثر ويعني كثيرة عن كده تقدر تشوفها في الكتاب وتبحث على النت على الابليكيشن او الامثلة او الاكزامبل ليه البرنولي بروسس طب ايه علاقة بقى البرنولي بروسس بي البيانوميال ديستربيوشن اللي احنا عايزين نتكلم عنه النهاردة البيانوميال ديستربيوشن هتلاقي فيه two parameters هتلاقي بيتكتب كده p n و b او binomial n و b ال n و b دولة اللهم البرامتر زي فاكرين لما كده بنقول فيه عندنا i و j في ال uniform distribution هنا عندنا n و b ال n دوت هو ايه ال n دوت هو عدد الترايلز عدد الترايلز اللي بتحصل ليها ال n ده هو البرنولي ترايلز تمام وال b هو الايه زي ما اتفقنا هو الاحتمال او probability of success للترايل اللي هو احتمال النجاح في التجربة الوحدة وقلنا يعني ايه النجاح يعني النجاح يعني انت تحقق الحاجة اللي انت كنت بتقول عليها في السؤال سواء قلت انها تطلع في mail او قلت انها تطلع هد او قلت انها تطلع بتلاتة ايا كان يبقى هو دوت ال p يبقى عندي ال n وال p هم دولة التوب بارامترز اللي انت لو عرفتهم يبقى انت خلاص خلصت كده جزئية البراوبيلتي ماس فانكشن والمين والفاريانس بتاع البيانوميال ديستربيوش طيب لو انا عندي بقى نقول بقى نقول بقى الديفنيشن متاح انا عندي راندم اكسبرمنت كونسيست اف ان برنولي ترايلز عشان كده انا كان لازم اشرح لك الاول يعني ايه برنولي ترايلز عشان لما اقولك ان التجارب اللي بتحصل لابد انها تحقق الفور كونديشن اللي انا او الريكويرمنت اللي انا قلت عليهم لما كنت بتكلم على البرنولي بروسس لازم يبقى متوفرين تمام لو ما كانوش متوفرين يبقى اذا ما ينفعش الديستربيوشن بتاعك دوت يبقى بينهم الديستربيوشن طب خلاص هنعتبر ان احنا عندنا عدد ان من التجارب برنولي يعني ايه برنولي يعني محققة الشروط اللي قلنا عليها ان كل تجاربه تكون independent عن التانية ان احتمال الساكسز اللي هو البي في كل تجاربه هو ثابت ما بتغيرش وان عدد التجارب هي محدود هو ان يعني finite كل الحاجات اللي قلنا عليها دي بتكون متوفرة عندك يبقى الراندم فاريابل اكس اللي هو equal the number of trials that result in a success is a binomial random variable يعني نقول عليه binomial random variable اللي هو ال random variable اللي هو بيعبر عن العدد الساكسز اللي بتحصل في التجارب ال binomial البرنولي اللي بتحصل اللي عددها n والبرامتر زي ما اتفقنا n و b ال b دو تواقيمة ما بين الصفر والواحد اللي هي تعتبر probability of success ل الترايل الوحدة وال n هو ده finite number بيبدأ من الواحد وينتهي ايه لغاية ايه لغاية ما تشوف بقى انت هتعمل التجربة دي عشر مرات ميت مرة خمسين مرة ثلاث مرات زي ما انت عايز هيبدأ ال n بتاعتك العدد من واحد لغاية الايه لغاية الرقم اللي انت هتقف عنه في التجارب وهتصبح البورابيليتي ماس بتاعتك بالشكل ده هي عبار عن الكمبنيشن x from n فاكرين الكمبنيشن x from n اللي هو كان بييجي ازاي كان بييجي عن طريق فاكتوريال ال n على فاكتوريال ال x فاكتوريال ال n ناقص ال x هنا x من n يجي بالشكل ده تحسبه بالطريقة دي مضروبة في ال p power ال x ال p اللي هو probability of success power ال x مضروبة في 1 minus ال p power n minus ال x وزي ما اتفقنا ال x دي اللي هي ال values بتاعت ال random variable x اللي هي تبدأ عندك مئمة 0 1 2 يبقى احتمال ال success اللي ممكن تحصل او النجاح اللي يحصل الحاجة دي ممكن ما تحصل ش خالص في 100 تجربة يبقى تعمل ال n دي ب100 وتلاقي ال x بصفر ما حصلتش خالص وممكن تلاقي حصلت مرة واحدة من المية وممكن تلاقي حصلت مرتين لغاية ما ممكن تلاقي حصلت n 100 في المية كل مرة بتطلع هد انت قلت النجاح بالنسبة لك انها تطلع هد فممكن تعمل التجربة 100 مرة تطلع على المية مرة كلهم تيل فما تحصل خالص وممكن تلاقي هم كلهم يطلع هد فتبقى 100 وممكن بقى اي رقم ما بين الصفر وال a وال 100 تمام طب هنا ال b زي ما قلنا لو قلت ان احتمال انها تطلع هد بنص يبقى ال b دي حتن بنص في 100 التجربة كلهم هد تانية بنص يبقى ال b دي قيمتها سبت وهنا ال b اللي هو بقى يعتبر العكس بقى تمام اللي هو المكملة هي لو انت لازم الاحتمال كل يبقى بواحد فلو قلنا احتمال النجاح بنص يبقى ال 1 ناقص ال b يبقى بنص برض لو قلنا ان احتمال ال b او احتمال النجاح بيساوي تمام بدل ما يكتب 1-b يكتب بدلها q ولكن ايه 1-b يعني هو متغير واحد ال b ومتغير التاني اللي هو ال n ال n ده هو عدد التجربة اللي بتحصل وال b ده هو احتمال النجاح في التجربة ال واحد بس كده تمام لو عايز تزود ال q ده هو مكملة ال b بقى واحد بنص ال b طب تعال نشوف انا كده هقدر احدد ان ال n بتساوي ايه بتساوي 10 ده اول برامتر بحتاجه معايا وقت الزبرو قبل تي three heads occur ان تلاتة head يظهروا انت هتعمل التجربة ده عشر مرات ففي كل مرة بيظهر head or tail head or tail فيقول لك احتمال ان يظهر تلاتة ايه تلاتة head تمام يبقى فيه تلاتة head بس يظهر فممكن تلاقي التجربة الاولى والتانية والتالتة ظهر head وبعدين الباقي كله ظهر تيل فده واحد ده ممكن يحصل وممكن تلاقي ان اول سبعة كلهم طلعوا تيل وبعدين اخر تلاتة هما الهد وهكذا يعني احنا طبعا عايزين نعرف ما هو احتمال ان يطلع عندك تلاتة head فعلشان نقدر نحل السؤال ده لازم يكون عندنا الاول الـ function اللي هي ونقدر من خلالها نقول بقى احنا عايزين نحط العدد بتلاتة عايزين نحط باتنين لان احنا زي ما اتفقنا ان الـ x بتاعتك هتبقى من 0 1 2 لغاية ما توصل عند العشرة اللي هو الـ n فممكن ما تظهرش head خالص وممكن تظهر head واحدة من العشر مرات وممكن تظهر اتنين وممكن تظهر ثلاثة هو بيسألك عند التلاتة بس ممكن يرجع يسألك عند الـ او الواحد او 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 يبقى لازم يبقى عندي function اللي هي الـ f وف اكس واقدر من خلال اعوض بقى عن الـ x بالكويم اللي انا عايز اعوض عنها بثلاثة باثنين بواحد زي ما انا عايز فعلشان نقدر نكتب الـ function صح نكتب المعطيات بتاعتنا اللي احنا هنطلح من السؤال ده اولا ديت كده عملية الـ تحقق البرنولي ترايل ولا اه هي البرنولي هنا بالنسبالي هي رمية العملة ومن رمية للتانية وعترميها عدد محدود اللي هي عشر مرات وفي كل مرة انت عايز تعرف النجاح وفشل نجاح وفشل بالنسبالك يعني ايه هنا بيقول لك عدد الهيد اللي بتظهر يبقى ايزا ظهور الهيد يبقى ان فيه هيد تظهر اهي ده بالنسبالي هو او النجاح لو انا كنت غيرت السؤال وشلت الهيد وكتبت بدلها التيلز يبقى ده معناه ان الساكسز بتاعك ان التيلز هي اللي تظهر مش الهيد ويبقى الفيلير بتاعك هو ايه العكس ان الهيد هي اللي تظهر وهكذا يبقى اول حاجة ان عملية الفليب للكوين هي دي البرنولي ترايل طيب النمبر اف ترايلز كام عشرة يبقى تين تايمز يبقى الان بتساوي عشرة يبقى ده البرامتر الاولان الساكسز اللي هو النجاح اللي هو الهيد اكور دوت الاحتمال بتاعه قد ايه في التجربة الوحدة قال لي بـ 0.5 ليه قال لي ان التجربة الوحدة لو عملتها هيطلع لك هيد قرتيه ولو جيت تقول ما هو احتمال الهيد هيساوي واحد على اثنين اللي هو 0.5 يبقى هو دوت بالنسبة لل بي يبقى البي equal 0.5 طب الرندن بتاعك بيعبر عن عدد الهيد اللي هو يعبر عن عدد الساكسز يعني اللي بيحصل اللي هو يسوي ايه قال لي 0 1 2 3 لغاية ايه دية الـ values بتاعتك اللي هي الايه زي ما كنا كتبنا في السلايد اللي فاتت كده تمام طالما انت قدرت تطلع الان وتطلع البي يبقى انت قدرت ان انت تكتب البربوليتي mass function بتاعتك هتروح في القاعدة العامة دي وتحط الان بتساوي 10 وتحط البي بتساوي 0.5 ويصبح عندك مجهول واحد وهو الـ x الـ x بكام على حسب السؤال لما يقول لك انا عايز 3 يبقى تحط الـ x ب3 لما يقول لك انا عايز 2 يبقى تحط الـ x ب2 عشرة هو عنده دلوقتي قدتلك من اول 0 لغاية 10 اي رقم من الارقام دي يقدر يتحط للـ x ليه لان الـ x بتساوي 0.1 2 لغاية الـ n والـ n ب10 يبقى اذا الاحتمالات بتاعتي او الـ x values بتاعتي هي من 0 لغاية 10 تقدر تعود عنهم في القاعدة دي وتطلع القيمة البربوليتي بتاعتك يبقى اذا القاعدة لو حطنا فيها الـ n equal 10 وال-p equal 0.5 هتصبح بالشكل ده وتقدر انت هنا بقى تقول انا عايز اسأل على x بالساوي 3 يبقى تشيل x تكتب 3 3 3 3 وتعود بالقلع حسب يبقى 3 from 10 يبقى مضروب العشرة على مضروب الثلاثة في مضروب 0.5 power 10 minus 3 هي 7 هتحسب الكلام ده بالقلع حسب او حتى لو سبتم مكتوب كده فانت كده ايه اجبت على السؤال او وصلت للحل اللي انت عايز شفت ازاي ببساطة بنقدر من خلال ان احنا مجرد ما احنا عرفنا ان دي binomial distribution قدرنا ان احنا نوجد على طول probability mass function وقدرنا ان احنا نقدر نعرف احتمال كل انصر من values اللي موجودة فتخيل ان ال n دي بتسوي 100 مثلا او ال n دي بتسوي رقم كبير فده ما كانش هيفري معايا في حاجة لان القعدة موجودة وواضحة ولكن لو كنت بتعامل معاها بقى في العادي زي ما كنا بنعمل قبل كده كان يبقى ويطلع 120 ودربته بقى في 0.5 bar 3 bar 7 حيطلع لك 0.117 وده يكون الاحتمال ان 3 يظهره لو رميت العاملة 10 مرات ماشي كده يا جماعة طيب لو رحنا عن نفس المثال بس قلنا هنطلب حاجتين مختلفين شوية عن ان الهيد يظهر 3 مرات هنقول ان احنا عايزين no head مش عايز ولا head تظهر خالص فده ببساطة شديدة كاني بالزبط بقولك ان x بتساوي ايه ان x بتساوي 0 يعني معناها ان مفيش ولا head ايه عدد ظهور head بيساوي كام بيساوي 0 والمطلوب التاني بيقول at least two heads accords ان على الاقل ايه يبقى ده معناه اكبر من او يساوي ايه اتنين على الاقل اتنين تظهر اكبر منها يساوي اتنين يبقى انك بتقول ان x بتساوي اتنين وكمان ان x بتساوي 3 وان x بتساوي 4 وان x بتساوي 5 لغاية ان x بتساوي 10 تمام ودوت هنشوف ازاي هنحله بطريقة اسهل من كده مع بعض دلوقتي بس خلان نحل المطلوب الاولاني عشان نحل المطلوب الاولاني هنجيب ونعوض عن x بكام بصفر يبقى نحط هنا x بتساوي 0 ده معناه ان مفيش هده تظهر خالص وبالتاني نقدر نطلع نحسب دوت ونطلع الناتق طب لو رحنا للمطلوب التاني فعنقول ايه وده معناه ان انت محتاج تجيب زائد 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 وده هيكون موضوع شاك جدا لو انت تخيل انت بتقول ان بتساوي 100 فحتى انك تجمع بقى الغية المية ده موضوع صعب طب بلاش الحل ده خالص لان نقول 1 minus X ليس زان 2 تمام مش انت عارف ان الاحتمال بتاعهم كلهم كده بيساوي واحد من اول الصفر لغاية العشرة اه تمام انا بقولك انا عايز من اول الاثنين فيما فوق الحتة دي كلها تمام انت تجيب الحتة الزغيرة دي وتترحم من الواحد مش كل ده كده بواحد اه تمام نجيب الحتة الزغيرة دي ونترحم الواحد فنجيب الحتة الكبيرة دي اه ده كلام جميل يعني كان انت بيقولك اسلي المسافة من اول النقطة اللي انت واقف عندها دي لغاية النقطة دي مع ان وابعرفك بقولك ان المسافة كلها من الصفر للعشرة بمية متر تقولي طب انا ايه من المية متر هاعرف لك المسافة قد ايه هو ده اللي احنا بنعمله بالزبط فاحنا لو جبنا الجزء الزغير ده اللي هو الاكس اقل من اللي اتنين يبقى شفت اللي حصل ايه العلامة بتاعتك اتغيرت ولو كانت فئة تساوي تتشل التساوي لو ما كانش فيها تتحط التساوي تمام والاكبر تبقى اصغر والاصغر تبقى اكبر يبقى اذا هتبقى 1 minus probability of x ليس الزان 2 طب والprobability of x ليس الزان 2 نجيبها ازاي قال لي مين اللي اقل من الاثنين قال لي الصفر والواحد يبقى كيني بجيب probability عند الواحد وال probability عند الصفر وبجمحهم وبطرح الناتج من الايه وعشان اجيب بقى probability عند الصفر واجيب probability عند الواحد هروح اعوض فين اه هروح اعوض فين في القاعدة بتاعتي مرة ما كان الـ x بصفر ومرة ما كان الـ x بايه بواحد ده هيطلع لقيمة وده هيطلع لقيمة هتجمحهم والمجموعة بتاعهم هتراحوا من الايه هتراحوا من الواحد طب المين والvariance المين والvariance يبيجوا ازاي قال لي المين والvariance ما فيش أسأل من كده المين او الاكسبكتد فاليو عبارة عن حاصل ضرب الـ n في الـ b مش انت عمعك الـ n و معاك الـ b اه اضرب الـ n في الـ b بقى معاك الـ x بيجتد فاليو والvariance عبارة عن ايه قال لي الـ variance اللي هو السيجما سكوير او الـ v of x عبارة عن حاصل ضرب الـ n في الـ b في الـ 1- b او لو كتبتوها n في b في q حيث ان الـ q ديت عبارة عن 1- b تمام يبقى ازا حساب المين وحساب الـ variance اصبح سهل جدا مش محتاج ان انت تعمل عملية الصميشن في الـ f of x وتجمع زي ما كنا بنعمل او عشان تحسب الـ variance وفيكس تجيب الـ x square minus الـ x square كل الكلام اللي كنا بنعمله ده لا طالما انت عرفت ان هي على شكل الـ standard polynomial distribution يبقى ازا المين بيساوي الـ n في الـ b والvariance بيساوي الـ n في الـ b في الـ 1- b لو رحنا على المثال اللي فات وقلنا تعالوا نحسب الـ expected value ونحسب الـ variance احنا كنا عارفين ان الـ n بتساوي 10 وكنا عارفين ان الـ b equal 0.5 لو جينا نحسب الـ expected value او الـ mu او الـ expected value هنقول له ان هو عبارة عن حاصل ضرب الـ n في الـ b يعني هيساوي 10 times 0.5 ولو جينا نحسب الـ variance اللي هو الـ v of x او اللي هو السيجما سكوير هيساوي الـ n في الـ b في الـ q او في الـ 1- b اللي هو هيساوي 10 times 0.5 times 0.5 اللي هي 1- 0.5 يبقى ازا حساب الاول كنت لازم تطلع الـ n والـ b احنا كنا اصلا مطلعينهم في المثال اللي فات ومن خلالهم تقدر تحسب الـ miu بالقاعدة بتاعتها والvariance بالقاعدة بتاعتها اللي احنا قلنا عليهم هيبقى 10 times 0.5 يبقى اقوال 5 و 10 times 0.5 times 0.5 هيبقى 2.5 مثال كمان على الـ binomial distribution لو قلنا ان probability that a patient recover from a rare blood disease is 0.4 انا عندي احتمال ان المريض يعافى او يشفى من مرض نادر في الدم هو 0.4 يبقى الموضوع او او البرنولي ان فيه عندنا patient او فيه عندنا مريض والنجاح بالنسبة لنا او الساكسس بالنسبة لنا ان المريض دوت يشفى من مرض الدم النادر اللي عنده ده طيب احتمال ان يشفى او احتمال النجاح قد ايه قال لي 0.4 يبقى اذا اول معلومة اللي اعطاها عندك ان ال-p equal 0.4 if 15 people are not to have contracted this disease لو انت عندك 15 واحد مصابين بالمرض ده يبقى ادي ال-in what is the probability that exactly 5 survive and at least 3 survive انت عايز يقولك بقى ايه احتمال ان عندك خمسة ينجو او يشفو من المرض دوت او او على الاقل ثلاثة من ينجو او يتم شفاقهم من المرض ده يبقى لو طلعنا المعطيات هنلاقي المعطيات بتاعتنا بسيطة جدا واضحة ان ال-patient هو ده الترايل بتاعنا وان عدد الترايل اللي هي 15 هم عدد ال-people او الناس ال-patient المرضى بالمرض اللي هم 15 وان بالنسبة ان ال-patient يبقى ايه recovered او يشفى من المرض يبقى وعدد ال-people اللي هيحصل لهم ايه recovered اللي هيشفوا او هينجو اللي هم بيساووا كام اللي هم ممكن يبقوا 0 او 1 او 2 او يبقى ال-values بتاعتك كتبه ايه 0 1 2 لغاية كام لغاية ال-n اللي هي ب-15 ممكن ال-15 كلهم يخفوا ممكن مفيش ولا 1 ممكن 1 ممكن 5 ممكن 10 تمام يبقى هي ديت البوسبول values اللي موجودة عندي طب لو كتبنا بقى ال- function بتاعتنا هتبقى عاملة ازاي قال لي ال-function اهي هنحط هنا مكان ال-n 15 و ال-p equal 0.4 طب يبقى شكل هيبقى ازاي اللي هتبقى كده f of x equal x from 15 combination x from 15 times 0.4 اللي هي p power x times 0.6 اللي هي 1 minus p أو q power 15 minus x تمام طيب لو احنا بقى نشوف الاسئلة احنا بقى معنا دلوقتي ال-function انت عايز exactly 5 survive يبقى انك بقى انك بتقول لحط ال-x ب5 ما ال-x اللي هي بتسوي من 0 1 2 لغاية 15 بتعبر عن عدد ال- عن عدد الناس اللي هيحصل لهم recovery يبقى هو موضلة اللي هي ينجو يبقى ازا ال-x لما يقول لك انا عايز exactly 5 survive يبقى عايز 5 ال-x بتسوي 5 يبقى انا هروح للقاعدة دي times 0.6 اللي هي 1 minus 0.4 times power 15 minus 5 اللي هي 10 power 10 يعني وحقا تحسب ده بالقال حسب هيطلع لك قيمة الايه الاحتمال المطلوب طب المطلوب التاني كان بيقول at least 3 survive طبع at least زي ما احنا اتفقنا يعني اكبر من او يساوي التلات واكبر من او يساوي التلات يبقى انت محتاجي تجيب الاثر وامشي فيه طريق الاثر ان انا اشوف الصفر والواحد والاثنين واجمحهم واطرحهم من الواحد تمام ودوت اللي انا ايه اللي انا هعمله يبقى هجيب الاحتمال عند الاثنين وعند الواحد وعند الصفر واجمحهم واطرحهم من الايه من الواحد ده هجيبه من هنا وده هجيبه من هنا وده هجيبه من هنا في كل مرة بعوض عن ال اكس بايه بقيمة مختلفة وبعد ما طلع الاحتمالات دي وجمحها اترحها من الواحد اطلع الايه اطلع البرابوليتي تاعتني طيب لو انا عايز اطلع ال اكسفكتد فاليو وطلع الفاريانس في المثال ده على طول طالما انت جبت المعطيات بتاعتك المعطيات بتاعتك جبت منها ايه المعطيات بتاعتك انت جبت منها ان ال ان بتساوي 15 وان ال بي بتساوي 0.4 هم ودولات اللي انت عايزوا اللي احنا اطلعناهم مع بعض من شوي طيب ومن هنا ان المي يو بتساوي ايه الاكسفكتد فاليو في اكس بتساوي ايه ان في والفاريانس اللي هو السيجما سكوير او الفي او اكس بيساوي ان في بي في كيو او ان في بي في وان ماينس بي يبقى ازا انت تقدر تعود مباشرة بالان والبي اللي عندك تطلع الايه القيم يبقى المي يو هتبقى 15 times 0.4 equal 6 والسيجما سكوير هتساوي 15 times 0.4 times 0.6 هتساوي 3.6 شكل الجراف بتاع البونيومي الديستريبيوشن بيكون بالشكل ده كده لو احنا مثلا اخترنا الان بتساوي 20 والبي او بي او بي 5 لو حطينا الان بعشرين وحطينا البي بنص هيكون الشكل بالمنظر ده طالما انت حطيت الان بعشرين اذا الاكس فاليوز بتاعتك هتساوي ايه من اول الصفر لغاية الايه لغاية العشرين اهم القيم اللي موجودة عندك ده من 0 1 2 3 لغاية التونتي ديت الاكس فاليوز والبروبيلتي بتاعتها هتيجي ازاي قال لي البروبيلتي بتاعت النجاح في كل مرة باوبينت 5 انما لو انت عايز تجيب بقى الاف اوف زيرو والاف اوف وان والاف اوف تو روح للقاعدة تمام معوض عنا عن الاكس مرة بصفر مرة بواحد مرة باثنين لان هتلاقي ان القاعدة مش ناقصة غير ان انت تحط كيمة الاكس لان الان معروفة بعشرين والبي معروفة بنص فهتلاقي ان الاحتمال بيساوي الكيم اللي قدامك ديت هتلاقي جاية بالشكل ده كده تعالوا بقى نروح سريعا كده على الكونتينيوز يونيفورم ديستريبيوشن ده ديستريبيوشن للكونتينيوز راندوم فاري يبقى احنا كنا في الاثنين اللي فاتوا وفيه انواع تانية طبعا في الديسكريت ولكن الى حد ما يعني في الديسكريت اتكلمنا على نوعين وهو الونيفورم ديسكريت ديستريبيوشن والبيانوميال ديستريبيوشن لو رحنا بقى هنا في الكونتينيوز في الكونتينيوز لو قلنا الكونتينيوز يونيفورم ديستريبيوشن فاكرين لما تكلمنا على Discrete Uniform Distribution هنا بقى في الContinuous الاختلاف بسيط جدا الاختلاف هنا الوحيد ان انت بتتكلم على Interval مش بتتكلم على Discrete Points وبتقولش بقى I و I plus 1 و I plus 2 لغاية J زي ما كنت تقول من I ل J وبتحط قيم او بتقول مثلا A و A plus 1 و A plus 2 لغاية B لأ انا بتكلم هنا على Interval Interval من A لB الInterval من A لB دي بيكون لهم نفس الاحتمال كل اللي في الInterval من A لB لهم نفس الاحتمال في الحالة دي بنسميها Continuous Uniform Distribution Variable اللي هو الX بتاعتك اللي هو يعتبر Continuous Uniform Random Variable ده والBrability Mass Function بتاعتك هتكون بالشكل ده 1 divided by B minus A حيث ان الB دي هي نهاية الفترة او الInterval والA دي هي بداية الInterval وكل ما هو خارج الInterval دي احتماله بيساوي صفر كلام ده واضح او في الجراف او في الشكل اللي قدامنا ده هو هتلاقي ان الX بتاعتك من اول نقطة A لغاية النقطة B لها احتمال اللي هو الخط المستقيم ده كله مستقيم هم وزن الX يعني كله لهم نفس القيمة اللي هي بتساوي واحد على B ناقص الA وكل ما هو خارج الA قبل الA هيساوي صفر قصاد الصفر وكل ما هو بعد الB برضو ايه بيساوي صفر طب المين والVariance قال لي هنا المين والVariance بنفس الطريق A plus B over 2 دوت المين يبقى بداية الفترة زائد نهاية الفترة على 2 والstandard deviation او الVariance الVariance يعني اللي هو Sigma Square او V of X ولو جبت الجزر بتاعه طلع الstandard deviation اللي هو السيجما هيساوي كامل Variance هيساوي B minus A all square divided by 12 يبقى برضو بتطرح النهاية او الEnd ديهت الEnd بتاعت الInterval وديهت الStart بتاعت الInterval بتطرحهم الEnd ناقص الStart كل تربيع على 12 هيطلع لك الايه الVariance يبقى قدرت ان انت تطلع المين والVariance برضو ايه بباشرة مش محتاج ان انت تستخدم الانتجرال بقى والتكامل بتاع الX في الF of X دي اكس عشان تطلع المين وبعد كده عايز تطلع الV of X فهتحتاج تجيب ان انت الExpected value of X square minus الExpected value of X all square وتبتد بقى تجيب دي عشان تجيب دي تقول تكامل X تربيع F of X دي اكس مش محتاج تعمل كل الكلام ده كله لا انت بمجرد ان انت تطلع على ايه بداية بكام النهاية بكام انت بقى معاك المين بقى معاك الVariance بقى معاك الفونكشن نفسها اللي احنا قلنا عليها اللي هي one divided by B minus A ده بالنسبة ل Uniform Distribution اخر حاجة نتكلم عنها هو Normal Distribution Normal Distribution من الحاجات المهمة قوي في Continuous Distribution Normal Distribution Low Function او Low Probability Density Function اللي هي اللي قدامنا دي اللي هي عبارة عن F of X equal One divided by السكوير روت لتو باي مضروبة في السيجما اللي هي الالساندر ديفيشن كل ده مضروب في ال E اللي هو الاولر نامبر باور مينس X مينس ميو اللي سكوير على تو سيجما سكوير والإكس بتاعتك من السلب مالة نهاية للمالة نهاية ده بنقول عليه النورمال Distribution او دي الProbability Density Function للنورمال Distribution وكمان تقدر تقول ان الميو والسيجما اللي موجودين عندك دول هم دولة البرامترز بتوع النورمال Distribution دايما بيكتبو كده شايفين الكتابة دي ان دوت مقصود بين نورمال Distribution الميو دوت اللي هو الExpected Value او المين والسيجما سكوير دوت الVariance طبام يبقى ازا لو انت عرفت الميو او المين وعرفت الVariance وخلاص انت قلت انا عشتغل على النورمال Distribution او لقيت التوزيع بتاعتك على شكل النورمال Distribution اذا انت خلاص بقى معاك المتغيرات او البرامترز اللي انت عتحتاجها يبقى الExpected Value هو ده الميو والVariance هو ده السيجما سكوير وكده دوت النورمال Distribution شكله بيكون بالشكل ده كده بتلاقي الحاجة النورمال عارف يعني ايه نورمال يعني بتلاقيها بدقة ووصلت للقمة وبعدين زي ده يعني تلاقي انت في المنتصف كده الجزء ده كده زي الجزء ده كده فيه هنا جزء قليل وهنا فيه جزء قليل فيه هنا جزء متوسط وهنا جزء متوسط فيه هنا جزء في الكمة موجود في المنتصف ده اللي احنا بنسميه Normal Distribution زي الشكل اللي قدامنا ده الميو هنا بيسوي خمس تمام والStandard Diffation او الVariance بيسوي واحد دلوقت سيجما سكوير بيسوي واحد فهتلاقي ان الشكل بتاعك جاي بالشكل ده كده اهو وهتلاقي ان القمة بتاعتك او اعلى Probability ما هو ده ال Y axis ده بيطلع لك الايه ده ال Probability فهتلاقي ال Probability بتاعتك اعلى حاجة فيها هي عند القمة بتاعت الميو في المنتصف وتبتدي بقى تقل كلما ت ايه اتتحرك يمين او شمال يعني تتحرك هنا يمين او شمال تلاقي ال Probability بتاعتك يقل ينزل لتحت شوية اتحرك كمان يمين شمال كمان او تحرك يمين كمان تلاقي ال Probability نزل كمان ايه كمان شوية يبقى هنا كده اتحرك كمان اهو بالمنظر ده يبقى اعلى حاجة عنده في ال Probability كانت موجودة فين عند الميو او في المنتصف بالزبط وتلاقي ان هنا فيه تماثل يعني الجزء ده كده زي الجزء ده كده ده اللي احنا بنسميه Normal Distribution ولو غيرت السيجما يعني لو سبت الميو زي ما هي بخمسة وغيرت السيجما سكوير بقت بربعة يعني هنا ال Variance بقى Equal 4 تلاقي شايفين اللي حصل الارتفاع قل يعني اصبحت الشكل ده كده او اللي هو معلم عليه بالسهم ده اصبحت بدقة كده ايه ماشية كده وبعدين وصلت برضه للكم عند الميو بعدين ابتدت تنزل بس ايه يعني زي ما تقول ايه حصل لها Stretching كده شوي حصل لها Stretching كده على محور ال X شوي تمام ال Interval كبرت شوي على محور ال X يعني بدل ما كان ال Interval دي كده لأ اصبحت اكبر اصبحت كده ده بسبب ان حصل ال Variance ايه تشتت زاد ال Variance زاد بقى بيسو اربعة لو خليته بيسو ستة هتلاقيها هتلاقيها بقت بعديها كده هتلاقيها داخلت بعديها كده بالشكل ده وهكز وهم كلهم بيحققوا نفس الحاجة اللي قلت عليها وهو ان فيه Symmetry عند المنتصف عند الميو وان الميو دي هي بتديك اعلى Probability اعلى قيمة عند F of X وكل ما تتحرك بقى يمين او شمال للميو يتبتدي Probability دي تقل وده اللي احنا تلاقي ان احسن نتيجة للطلاب او احسن نتيجة تبقى طلعة للدكتور دوت او الدكتور في اي مادة انه تلاقي درجات الطلاب عنده على شكل Normal Distribution يعني توزيع طبيعي بنسموه توزيع الطبيعي وده معناه ان فيه عندك مجموعة في المنتصف دي اللي عندها اعلى قيمة تمام ما يكونوش او او المجموعة اللي هي تعتبر لها اعلى نسبة احتمال دولة اللي هم المتوسط متوسط الناس او الفئة الاجبر من الناس تمام الفئة الاجبر من الناس هتلاقي درجتهم في المتوسط يبقى لو اعتبرنا مثلا ان محور ال X دوت بيعبر عن الدرجات لو قلنا ان محور ال X ده نروح مثلا لدي هو هنا طبعا هي نفس الرسمة بتاعت دي هي دي بالزبط بس هنا ال ميو كان عند الخمستاشر ولكن اكملنا نفس السجمة فهتلاقي نفس الكيرف بالزبط بس بدل ما هو كان مرسوم عند الخمسة بقى مرسوم عند الخمستاشر لو جينا هنا مثلا وقلنا ان دي درجات الطلاب فالطالب اللي جايب من هنا جايب من اول صفر وبعدين احنا عملنا امتحان من 30 فاللي حصل هنا اللي حصل ان التوزيعة دي هي افضل توزيعة ممكن الدكتور يحصل عليها للطلاب ويقول ان انا كده توزيعة الدرجات بتاعتي normal distribution ازاي بقى يقول لك اوه بص انا عندي مجموعة احتمالها بسيط المحور ده بتاع الواي ده ده عبارة عن الاف اوف اكس اللي هو الاحتمال فيقول لك والله بص اوه انا بقى هيسوي ايه دية الدرجات تمام فدية هو ايه الاحتمال بتاع الطلاب او عدد الطلاب اللي جايبين الدرجة دي فتلاقي ان عند اللي جايبين بقى صفر واحد واثنين اللي هم الطلب اللي مش حلوا حاجة خالص عدد اوليل تلاقي احتمال هم قليل احتمال هم وتلاقي الناس اللي بعدها ملحلين شوية بشوية احتمال هم ازياد شوية وتلاقي الناس اللي جايبين تلاتين من تلاتين وجايبين تسعة وعشرين من تلاتين قليلين برضو او على زي زي الناس اللي كانوا جايبين صفر واحد كانوا خمس طلاب مصر واللي جايبين برضو 29 و 30 خمس طلاب يبقى هنا يقولك ايه شايف الدرجة الوطية قوي قليلة قوي كان عددهم قليل والدرجة العالية قوي اللي هم المتفوقين بقى الناس اللي تجيب الدرجة النهائية و 30 و 29 اللي جايبين امتياز جايبين ابلس كانوا برضو قليلين قوي او مش شوية دور وبقيت الناس الاكتر او الاغلبية موجودة فين اه في الدرجات بقى اللي في النص اه اللي هم جايبين بقى من اول بقى 15 وجايبين 20 وجايبين جايبين 25 تمام فتلاقي ان ايه اه هي ديت التوزيعة اللي ايه اللي احنا بنوها عليها normal distribution تمام بتكون بالشكل ده فما يجي الدكتور يعمل الدرجات بتاعته ويلاقيها كده يلاقي ماينفعش بقى يجي يعمل الدرجات يلاقيها جاية كده يعني شايفين الكرف مثلا ده بدء من الصفر لغاية التلاتين فييجي يعمل التوزيعة يلاقيها عاملة كده ايه ده بقى ده معناه ان هنا لو قلنا ده 15 ان الدرجة العدد الكبير قوي او الاحتمال الكبير قوي الناس اللي جايبها من صفر الخمسة مثلا اه شايف الكرف الجاي عالي قوي كده تمام اه ماينفعش تمام يبقى كده في مشكلة هنا ياما الامتحان بقى كان صعب قوي ياما الناس مكادش فاهمة كده يعني يبقى فيه هنا فيه هنا مشكلة ولو لو جيت درجات كده قدي من الصفر مثلا لغاية التلاتين وقدي الخمستاش لقى الكرف جاي كده فلقى الناس كلها الدرجات كلها جاية تسعة وعشرين وتمانية وعشرين وتلاتين يبقى فيه هنا مشكلة برضو ياما الامتحان تصرب ياما الامتحان كان سهل قوي ياما فيه حاجة غلط ياما الدكتور ده من الامتحان بعلوم الامتحان ما هو اي حاجة بقى تماما مهم ان انت بتلاقي فيه مشكلة برضو يبقى اذا الطبيعي اللي هو نسميه النورمل ان تطلع التوزيع بالشكل ده تمام ان فيه شوية صغيرين هما الجايبين الدرجة النهائية وفيه شوية صغيرين اللي جايبين صفر وشايرين المادة والعدد الاكبر في المنتصف في الجيد والجيد جدا وكده في المنتصف تمام وده هو اللي احنا بنوها عليه النورمل ديستربيوشن اشتركوا في القناة